معارض تعديل قانون العمل الفرنسي يلقون بكامل اتقالهم في الاحتجاجات ضد الحكومة عبر توسيع الإضرابات والتظاهرات لتشمل المرافئ والمحطات النووية مع استمرار النقص في التموين بالبنزين هناك انقسامات حكومية ستظهر تدريجيا بالتزامن مع بطولة الأمم الأوروبية المقررة لأنه لا يمكننا أن نشهد شهرين ونصف الشهر من التعبئة وفي اليوم الثامن من إضراب في مختلف القطاعات وحراكة احتجاجية متجددة في القطاعات الحيوية تصوروا مثلا تنظيم البطولة الأوروبية لكرة القدم دون نفط ودون سيارات ودون مواصلة ودون كهرباء العاصمة باريس شهدت مواجهات بين الشرطة ومحتجين ملثبين على هامش تظاهرات كبيرة شارك فيها ألف المحتجين وبهدف تفدي حالة من الشلل في البلاد قبل أسبوعين من مباريات كأس أوروبا لكرة القدم أشرت الحكومة إلى إمكانية إجراء التعديلات على إصلاح قانون العمل لكنها استبعدت أي تغيير في الإطار أو سحب النص وباتت فرنسا مضطرة إلى استخدام مخزونها الاحتياطي الاستراتيجي من الوقود بسبب تعطيل العمل في العدد الأكبر من مصافي ومرافع النفط كما شهدت حركة القطارات اضطرابات محدودة وكذلك حركة الطيران حيث ألغيت 15% من الرحلة في مطار أوردي في العاصمة الفرنسية باريس